تبدد العلاقات العربية الصينية عبر التاريخ حيث شكل التواصل بين الشعبين العربي والصيني رصيداً من التفاهم وثقة المتبادلة ويعد هذا المنطلق من أولى الآليات التي أنشئت ضمن إطار منتدى التعاون العربي الصيني والذي انطلق فعالية مؤتمر رجال الأعمال في سياقه في الرياض بمشاركة سورية شهدت الفترة الأخيرة إحراز تقدم لافت نحو تحقيق سوق عربية مشتركة وهو أمر من شأنه زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة مما تتيحه تلك المنطقة من مزايا وفرص واعدة الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية حيث بلغ إجمال حجم التبادل التجاري بين الجانبين 430 مليار دولار في العام 2022 ومعدل نموم بلغ 31% مقارنة بالعام 2021 وتمثل المملكة العربية السعودية ما نسبته 25% من إجمال التبادل التجاري بين الصين والدول العربية تكتسب الدورة العاشرة للمؤتمر أهمية متزايدة في ظل ما يشهده الوضع الدولي من أحداث سلبية أدت إلى تباطئ الاقتصاد العالمي ويتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع عقوداً في قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا الطاقة الخضراء في 2022 بلغت التجارة الصينية العربية 431.4 مليارات دولار بزيادة قدرها 30.6% على أساس سنوي يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لطرح الرئيس الصيني تشي جي بينغ مبادرة الحزام والطريق وتعتبر الدول العربية شركاء طبيعيين لبناء الحزام والطريق بفضل موقعها الجغرافي وقود العالم العربي الذي سيطلق طاقات التعاون بينه وبين الصين يتمثل في المقام الأول في موارده البشرية حيث يبلغ عدد سكانه أكثر من نصف مليار نسبه غالبيتهم من الشباب كما يكمن في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الذي يصل مجموعه إلى ثلاثة تريليونات وخمسمائة مليار دولار تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية التي انطلقت تحت شعار التعاون من أجل الرخاء والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية لأول مرة بتعاون مع جامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية شهدت مشاركة رفيعة المستوى وحضورا استثنائيا تجاوز ثلاثة آلاف مشارك